استقبلت مدينة شرم الشيخ لأول مرة معدات بيئية لنظافة الشوارع وإعادة التدوير استعدادا لقمة المناخ التي تعقد نوفمبر القادم وشهدت المدينة وصول أول سيارات بيئية في مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات والمخلفات الصلبة لأعمال النظافة استعدادا لاستضافة المدينة لمؤتمر قمة المناخ وتتميز هذه المعدات بأنها صديقة للبيئة من أجل أفاق جديدة لخدمة بيئة شرم الشيخ الخضراء من أجل أفاق جديدة لخدمة التحول إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة استقبلت مدينة شرم الشيخ لأول مرة معدات بيئية لنظافة الشوارع وإعادة التدوير استعدادا لقمة المناخ التي تعقد في نوفمبر القادم مؤدات التي تم استخدامها في المنظومة مؤدات ذكية نسبة الاميشن الخارج فيها أو التلوث الذي ناتج عنها أولاد جدا مؤدات كهرباء مؤدات صديقة للبيئة زي ما شرحت لحضرتك العمالة مدربة على أعلى مستوى بحيث أن يبقى في مدينة خضراء مدينة منظومة لإدارة المخلفات الذكية حتى العمالة التي تشتغل عمالة مدربة على أعلى مستوى تم الاستعانة بالمرحلة الأولى من المؤدات المملكة للشركة داخل العاصمة الإدارية لحين استكمال المؤدات الوردة من الشرق تتميز هذه المعدات بأنها صديقة للبيئة من سيارات بحلول متكاملة لتدوير النفيات والمخلفات الصلبة لأعمال النظافة من المنبع وتستطيع العمل وفقا لخطة التشغيل والنظافة لبيئة شرم الشيخ بالنسبة للعربات أو بالنسبة للسيارات الموجودة نحن نشغل على مدار 24 ساعة عنده جزء موجود في الشوارع وموجود في الأماكن وعنده جزء مخصص لمنطقة قاعة المؤتمرات خلفه أمام قاعة المؤتمرات بمواصفات معينة بعمال معينة الحاجات الموجودة عندنا النهاردة دي عربيات كلها كهرباء صديقة للبيئة بحيث أن مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء فلازم نستخدم حاجة تكون مواجبة لحادث إن شاء الله وربنا سهل ونطلح حاجة كويسة لمدينتنا وبلدنا مصر بإذن الرحمن تعد هذه المعدات البيئية للنظافة والتجميل الدفع الأولى لأول مرحلة تشغيل ضمن منظومة تسعى من خلالها وزارة البيئة إلى تعميم التجربة في كافة المحافظات لخدمة المواقع المختلفة بتقنيات حديثة